بعد أشهر عديدة من النقاش والجدل بين شركاء العملية السياسية، أقر البرلمان الحالي قانون الانتخابات الجديد في شهر تشرين أول من العام 2020 في محاولة واضحة لتهدئة الشرع الذي انفجر في تظاهرات عارمة ضد العملية السياسية وقواها جميعا. ومع هذا فهناك من اعتبر هذا القانون التفافا على مطالب المتظاهرين، بل عده خداعا وتدليسا لشعب العراقي لأن الاعتماد على الدوائر المتعددة التي أقرها القانون الجديد لن يزيح رموز الطبقة السياسية المستمرة في الإمساك بمقاليد الأمور في العراق منذ العام 2003. فالنائب أرشد الصالحي قال إن القانون الجديد لن يغير كثيرا من حصص الأحزاب الرئيسة في البرلمان لأسباب عديدة أهمها بسبب امتلاكها المال السياسي والميليشيات المسلحة والنفوذ الواسعة في الدوائر الانتخابية وفي مفوضية الانتخابات القائمة على المحاصصة الحزبية. كما يتهم القانون الجديد بأنه بعيد جدا عن طموح العراقيين وتعتريها العديد من الثغرات القانونية والسياسية منها أن بعض التيارات السياسية والعشائرية سيكون لها ثقل برلماني كبير على اعتبار الولاء لشيخ العشيرة والمعممين. وبالتالي من غير المستبعد أن تحظى هذه المجموعات بغالبية المقاعد البرلمانية. أما الجانب الحكومي فله رأي آخر مختلف تماما عن معارضي القانون. حيث يؤكد حسين هنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أن القانون الجديد يختلف كليا عن سابقه وأن الوصول للبرلمان يعتمد على كل حزب في التحشيد وعلى البرامج الانتخابية ضمن مجموع الدوائر الانتخابية في البلاد التي أقرها القانون الجديد ب83 دائرة. وأن من مزايا هذا القانون وفق الهنداوي الترشح الفردي ونظام الصوت الواحد غير المتحول لغير الشخص المنتخب. وسواء سارت الانتخابات القادمة في شهر تشرين أول وفق القانون الجديد أو القديم فأن الثابت هو أن العملية السياسية ومخرجاتها لم يعد لها مكان أو قبول شعبي. وهو ما عبر عنه بشكل واضح وصريح في هتافات متظاهري ثورة تشرين وبقية القوى الشعبية العراقية. موسيقى 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 موسيقى